دعوة بريطانية للأطراف اليمنية للمشاركة في لقاء ستوكهولم الأسبوع المقبل كما قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر السفير أرون استبق إعلان المبعوث الأممي لليمن مارتين غريفث بخصوص موعد المباحثات ولم يكتفي بذلك بل تحدث صراحة عن عدم التعاطي مع قرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص الأزمة اليمنية ودعا لإشراك نساء في الوفدين بنسبة 30% أرون بعث بتغريدتين إلى وزير الخارجية خالد اليماني ورئيس وفد ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام أكد فيهما تطلعه إلى لقائهما في استوكولم الأسبوع المقبل للوصول إلى حل سياسي موقف بريطاني متسارع إزاء الملف اليمني لتعزيز موقف البريطاني مارتين غريفث في محاولة لإحداث اختراق في شدار الأزمة اليمنية على الرغم من عدم وجود أي ملامحة تدل على إمكانية حدوث ذلك زيارات مكوكية للمبعوث الأممي ومشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يلبل احتياجات الإنسانية وزيارة ثانية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إلى صنعاء لتطمين ميليشيا الحوثي والتأكيد على مسعى الأمم المتحدة لوقف العمليات العسكرية في الحديدة خلط للأوراق وإرباك للمشهد ومحاولة لبعث الروح في المشاورات التي انتهت بالفشل أربع مرات سابقة في جينيف والكويت لم يتغير المشهد ولا شخصه كل ما في الأمر أن أعداد الضحايا في ارتفاع مستمر وأن الحرب في اليمن تحولت إلى دجاجة تبيض ذهبا للقوة الكبرى في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر